لماذا أخفقت معركة التحرير واستعادة الدولة؟ كيف تغيرت أهداف التحالف المعلنة في اليمن؟ بعد خمسة أعوام من الحرب، هل لدينا جيش فعلا؟ أهلا بكم أسئلة كثيرة تراكمت خلال سنوات ماضية عن أسباب العلاقة الملتبسة بين التحالف والجيش الوطني غياب فعالية القيادة السياسية وعن الهوى الغريب بين الدول التحالف والميليشيا عن إخفاق الشرعية في إدارة ملفات الحرب والتحرير وتسليح الجيش وعدم وقوفها أمام تصفية قيادات الجيش الوطني واستهدافها من قبل طيران التحالف وكسر معنوياته لماذا لم تتحرك قيادة السياسية مبكرا لوقف تصفية جيشها؟ مما خاطر القوات المنفلتة وحقيقة الألوية الوهمية؟ لماذا ذهب الجيش السعودي بعتاده إلى المهرة وترك الحدود السعودية لجيش يمني مكلف بحمايتها؟ اليوم في هذه الحلقة وعلى طاولة المساء اليمني نضع هذه الأسئلة المصيرية والحرجة وأغيرها بين يدي ضيفنا هنا اللواء محسن علي خسرف الرئيس السابق لدائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة وواحد من أهم القادة العسكريين ومحارب جمهوري لا يهادن ستابعونا ما الذي قدمهنا التحالف؟ التحالف لم يأتمن على مدفع فقيل ولا على دبابة ولا على قاعدة صاروخية ولا على طائرة وليس لدينا شيء جنود الجيش الوطني اليمني يقاتلون بالأسلحة الخفيفة وبالعيارة المصورة بعد أن فاض الكيلو ونفض الصبر قالها الرئيس السابق لدائرة التوجيه المعنوي بالجيش بصريح العبارة وبما يختصر المشهد العسكري المتعثر منذ خمس سنوات نحن مرتهلون وليس لدينا إمكانيات نقاتل بها بما يساوي معنوياتنا وقدراتنا ووطنيتنا في كل الجبهات التحالف لا يريدنا أن ننتصر تصريح كلف اللواء خسروف منصبه العسكري وأحاله للتحقيق بقرار من رئيس البلاد قال ما لم يستطع أحد من القيادات السياسية والعسكرية قوله أو ما لا يريدنا قوله إن كان هناك فارق بين الحالتين فالتحالف لا يدعم الجيش دعم من يريده أن ينتصر بل دعم ليبقى الوضع على حاله من الفوضى لا نصر ولا هزيم لأحد خمس سنوات لم تستطع المملكة السعودية وحلفاؤها هزيمة ميليشيا الحوثي هل لأن الحوثيين أقوى من التحالف أم أن التحالف لا يريد لها الهزيمة لم تعد الإجابة عن هذا السؤال محيرة فتحالف يريد استعادة الشرعية حقا لا يمكنه أن يدعم ميليشيا أخرى في الجنوب وتحالف يريد استعادة الشرعية فعلا لا يمكن أن يستهدف إيادات الجيش وأفراده كما أن التحالف يريد استعادة الشرعية لن يدعم ميليشيات متطرفة وأخرى ذات نزعات انفصالية على حساب الجيش الرسمي التابع للحكومة الشرعية التي يقول إنه يحارب لأجل عودتها للسلطة لكن التحالف فعل كل ذلك وأصبحت أهدافه المضادة لمشروع الدولة اليمنية واضحة للقريب والبعيد لتبقى أنظار اليمنيين معلقة على المؤسسة الوحيدة التي يفترض أن لديها القدرة على الخروج باليمنيين من هذه الحالة السيئة وهي الجيش الوطني إلا أن مؤسسة الجيش تعاني من خلل بنيوي منذ تأسيسها قبل خمس سنوات كانت هذه السنوات كافية لبناء جيش احترافي حقيقي لكن من يقال لهم الحلفاء لم يريد ذلك المسؤولية التي تلقى على عاتق التحالف لا تعني إعفاء الرئيس هادي ونائبه علي محسن وقادة الشرعية من مسؤوليتهم تجاه تخريب وإفساد هذه المؤسسة التي كان يعول عليها من أجل تحرير البلاد ومسؤوليتهم في إدارة المعركة ككل كوجوه رضخة للأجندات الخارجية ضدا على مصالح شعبهم وتماهت معها على حساب الجمهورية وتطلعات اليمنيين إذن مشاهدين الكرام أرحب بكم وأجد الترحيبي بسيادة اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي السابق مساء الخير سيادة اللواء مساء النور أهلا بكم سعيدين بوجودك معنا سيادة اللواء خاصة واجه الوجه في المساء أهلا بك سيادة اللواء لو بدأت معك ربما من الأحداث الرهنة وهي اتفاق الرياض كيف قرأت اتفاق الرياض عسكريا يقال حديث إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوع والنواية السيئة يبدو كانت مبيتة حتى لعدم الالتزام بهذا الحد الأدنى الذي تضمنته من قبل مبيتة من قبل من من قبل المجلس الانتقالي والآخرين يعني إذا كان الرئيس وافق على مضض على هذا الاتفاق وكان يرفض أن يوكع عليه أو يشارك فيه حتى ما لم ينتهي الإنقلاب في عدن وتعاد مؤسسات الدولة وتعود الحكومة إلى عدن هذا كان شرطه الذي يعني لا يقبل بغيره ولكن كأن هناك ضغوط شديدة مورسة من قيادة التحالف فأوكل الأمر إلى الخنبشي ليحضر توقيع الاتفاق وحضره هو أيضا بالرغم من أن الاتفاق يعطي امتيازات الانقلابيين أو يكافئهم على الانقلاب لكن كانت من محصلته أن تعود الحكومة والمؤسسات الدولة وتعود سيطرة مؤسسات الدولة والنظام والقانون والمؤسسة العسكرية والأمنية يعني تعود إلى عدن حالة من الحالة السوية التي افتقدتها المدينة ومع هذا من الوهلة الأولى للتطبيق يأتي رئيس الوزراء يستقبله بعض الأشخاص وفي وضع باعث وهو يحاول أن يستنهض مؤسسات الدولة ويعيدها من جديد لكنه يحاصر من ساعة وصوله ويأتي العيد الروس الزبيدي ويستقبله بحرس الشرف وفي صالة الكبار الضيوف وضيوف ويعزف السلام ما سمي سلام الجنوب ثم السلام اليمني وعرض عسكري وموسيقى عسكري استقبل رئيس بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يعني بكل الطقوس أو مراسم استقبل رئيس دولة وتعجز الحكومة عن ممارسة مهامها ثم أن المجلس الانتقالي وضع شروط لعودة الحكومة أن لا تعود كل الحكومة نعم بل رئيس الوزراء وتم الموافق على ذلك وبعض الوزير المالية والبنك المركزي وهذا طبعا يخالف مخالفة صريحة اتفاق الرياض هذا الذي نحن لسنا راضيين عنه نعم طيب إذا ما طبقت بند الاتفاق خاصة فيما يتعلق بالجيش والعمن هل تتوقع أن تنضوي ميليشي الانتقالي تحت الجيش الوطني وتحت وزارة الدفاع مش أنا لا أتوقع لكن هم يرفضوا هذا علنا هم يقولوا أنهم لن ينخرطوا في صفوف الجيش الوطني لن يسمحوا بدمجهم مع أن الاتفاقية تؤكد على هذا على ضررة دمج المؤسستين الأمنية والدفاعية أو بمعنى تعبير صح يعني ميليشيات الانقلاب التي تسموها وحدة عسكرية مع الوحدات الأمنية في الداخلية وفي وزارة الدفاع هم يرفضوا هذا وما حدث حتى هذه اللحظة بل يدفعون بوحدات عسكرية للسيطرة على كامل أبيان كامل شبوة ويطالبون بخروج الجيش الوطني من شبوة وأن يتسلموا ميناء الضبة واسمها بلحاف منطقة الغاز والميناء وكل يعني يقول لك لأن هذه مهام الأربوات الأمنية يعني يتحدثوا هنا عن استكمال السيطرة على المحافظة المحرة من قبلهم وإقصاء الشرعية طيب على أساس أنت تتوقع على شيء وترفضه في نفس الوقت يعني أليس هذا الاتفاق ملزم للطرفين هذا حالة الشرعية ولماذا تلتزم الشرعية دائماً والطرف الآخر لا يلتزم هذا حالة الشرعية منذ القرار 22-16 مجلس الأمن يصدر القرار ملزم وقبله قرارات وإعتقدنا بمبادرة أخرى تلتف على هذا القرار وتفرغه من المحتوى يعني قرار 22-16 لو أنه طبقنا قراراً عادلاً يضمن الحقوق لكل القوى السياسية اليمنية ما فيها المؤتمر والحوثير كقوى سياسية مدنية ولكن قدمت مبادرات يعني مثلاً من ضمن الالتواءات التي تمت قالوا أن يطبق البند خمسة من القرار 22-16 وهو الحل الأمني على البند الأول يعني أن تشكل حكومة اعتلاف وطني وتخيل تكون هناك حكومة اعتلاف وطني يكون للحوثي فيها نصيب وزالة معددة متعددة وهو لا زال يسيطر على المؤسسة الدفاعية والأمنية والعاصمة وكل المحافظات يعني هنا شرعنا للإنقلاب دون أن يمس لا من قريب ولا من بعد هكذا كثير من القرارات سواء اتخذت حالة أو اتفاقات مع الحكومة أو في لقاءات كثيرة يتم الاتفاق على شيء ويطبق شيء آخر إذن لو انتقلنا للجيش سيادة اللواء وهذا ملف شائك ومتعدد الاتجاهات كانت هناك مشكلة حقيقية وما زالت تواجه الجيش اليمني بعد الانقسامات التي شاهدها ولكن أنواة الجيش الوطني ربما أكبر مشكلة كانت العقيدة العسكرية هل كان لديكم تصور لكيفية إعادة هذه العقيدة العسكرية الوطنية منذ بداية تكوينة عقب الانقلاب الرئيس عبد الرب مصر هادي أصدر قرار جمهوري في 2015 آخر 2015 من أهم القرارات التي أصدرها بعد خروجه من صنعه وهو دمج فصائل المقاومة الشعبية الوطنية في صفوف القوات المسلحة تنبق هذا القرار في المنطقة العسكرية السابعة والثالثة والسادسة تم دمج كل فصائل المقاومة في الجيش الوطني يعني أنا مثلا عندنا في التوجيه المعنوي حينما كنت أنا رئيس الدائرة أول ما تسلمت جاءوني مجموعة كبيرة من إعلام المقاومة بهذا القرار قرار دمج المقاومة في الجيش وأستوعبناهم واتفقنا على أمور كثيرة ووجدتهم يعني ينصعوا لكل التوجيهات والأوامر التي صدرت مننا فيما يتعلق بكيفية بناء الجيش العقيدة العسكرية المقدمة هي عقيدة وطنية يقوم الجيش على أسس وطنية الجيش الوطني جيش مهني خالص يدافع عن الوطن ويحمي الشرعية الدستورية بعيدا عن كل أمراض الطائفية والمناطقية والعرقية والسلالية والحزبية أيضا يعني جيش وطني خالص لصالح الوطن وتم التعاون على هذا الأساس وعملنا خطط توعوية في التوجيه المعنوي ونزل هؤلاء القادة اللي كانوا يعني مرشدين وموجهين وفي تخصصات يعني ذات طابع توجيهي ديني وجدناهم يحاضروا في السياسة وفي الاقتصاد وفي العسكري يعني وجدت منهم حالة من الإنظامات لا أكون أتوقعها يعني مع أنه كان لدي توجيه من قياداتهم أنه الذي لا ينفذ الأوامر أفصل يعني وتوجيهة طريحة لكني لم أجد منهم أتوقع كل منا ما في رأس هيلة أما في الجيش فلا نريده إلا جيشا وطنيا ومهنيا قال أصلا أي ممارسة للنشاط الحزبي في أوساط المعصة العسكرية سيواجه بالعقوبة لم أجد منهم إلا ألطا وكذلك كثير من قتلوا حدث اللي كانوا قادة مقاومة قادة مجامع مقاومة في كل التخصصات أصبحوا قادة كثيب قادة ألوية أركانات حرب بالإضافة إلى الضبط للجيش الخرجين المؤهرين وحتى هؤلاء الذين جاءوا من المقاومة تم إلحاقهم بدورات تأهيل عسكرية مختلف بالمستويات تحويل يعني أعدوا ليكونوا عسكريين ووجدنا منهم الانتزام والانضباط والقتال بعقيدة وطنية لم يكن لخلفية التي جاءوا بها أي تأثير فيما يتعلق بعملهم المهنية الجد وعلى هذا تم الاتفاق وانتهت أي مشكلة بين الجيش الوطني بما هو جيش وطني وما كان يسمى المقاومة سابقا أو أي تصراعة أو خلافة أصبحنا لا نرى في مقرب إلا الجيش الوطني ما فيش حكس مهم مقاومة في جيش وطني في مقرب في الجوب في سرواح في الشبوة في أبيل في محور بيحر نحن نتحدث في بعض المناطق التي لم يتم دمج المقاومة دمج حقيقي للجيش الوطني ولكن قبل ذلك كان هناك الكثير من التراكمات والإشكالية التي واجهت الجيش الوطني وربما كانت بداية رفضك لما يحدث هو عبر موقع الجيش 26 سبتمبر حين قلت أن الجيش الوطني يعاني من نقص حاد في التموين ولكن تلك اللحظة التي أعلنت فيها استقالتك على الهواء وتحدثت نتيجة التراكمات وإخفاقات في إنجاز معركة التحرير يعني لما فعلت ذلك كما يقال توقفت في منتصف الطريق أنا لم أتوقف في منتصف الطريق ولكن مكره آخاك لا بطن أنا أريد أن أقول شيء ينبغي أن يفهم كل الناس كل من يستمع لنا أن الجيش الوطني اليمني بلا مبالغة من أعظم جيش الدنيا حتى الجيش العالم ليس هناك جيش يا ابنتي يقعد 6-17 بدون مرافق حافي فيها بمقطعة قصرة أرد المواد الغذائية بدون احتياجات من السلاح تمام مرتبات شهور عائد وهم لديهم أسر يعني صاند ويقاتل ويهزم الحوثي بأقل القدر من الإمكانية ولو ترك بهذا الجيش ترك هذا الجيش وشأنا في عملية تحر لكان قد أنجزها ولكنه يحبط أعيدة قوات الجيش الوطني من منطقة محلي وكان بينها وبين مفرق أرحب يعني ثلاثة كيلو متر تقريبا لتصبح منطقة نهم وكلها منطقة داخلية ويعيد بالقوة إلى أعلى فرضتنا وكلما تقدم الجيش الوطني خطوة جابه بخطوط حمراء ذيته ممنوع تحريرها هيلان ممنوع تحريرها من كان يعطي الأوامر؟ هو طبعا كان هناك الكلام اللي كنا نقوله ونتحدث عنه يعني أن دول التحالف أو ليس دول التحالف يعني الدول الكبرى اللي كانت ترعى السلام في الامن تقول أن صنع مدينة أثرية تاريخية واقتحامها سيؤدي إلى تدميرها وإلى آخرها لذلك ينبغي أن يكون الحل السياسي هو الأمثل كان هناك خطة لدى الجيش الوطني أن تصل قوات الجيش الوطني إلى نقيل ابن غيلان وفي نقيل ابن غيلان تفرض كل الشروط ويتم التفاوض ليس هناك مانع يقولوا للقبائل آخرة الحرب السدايد يعني بمعنى أن أي نهاية حرب لازم أن نستفقوا ويسدوا على أمور فلكن افترض أن يدخل الدولة الشرعية وهي دولة قوية في مركز قوة وليس في مركز يعني وصولهم لنقطة بن غيلان يعني أنهم مسكوا في مركز قوة صبح صنعات حتى السيطرة لا تقتحم مع جميلة شكلة مع أن هذا الأمر يعني ليس عجزا من الجيش الوطني أبدا وليس يعني ربما سيكون ضد رغبة التحالف ما المانع أن يتقدم فقط إلى نقطة بعيدة عن الزخم السكاني والمدن الأثرية التي قصفت أصلا من الطائرات يعني مستغربة هذه الكلمة أنا رددتها مئة المرة ممنون ممنون حسب المعركة هل تذكرين ما حصل في الحديدة؟ نعم منعت القوات المسلحة من أن تدخل الحديدة؟ ما حصل في الحديدة؟ حصل في نهم وفي سروح وفي غيرها بس غير معلنة تماما قيسي ما حصل في نهم أو ما يحصل في نهم وسروح على ما حصل في الحديدة وبعدين نتحدث عن من يقف وراء هذا والجميع يعرف يعني هناك في بعض المناطق كان الجيش الوطني يتقدم في بعض مناطق ويجد نيران صديقة تحصد عشرات الجنود يعني خطأ خطأ مش عارف إيش حتى على مستوى القصف الذي يعني بدايةه منذ كارثة العبر التراخي التراخي في مسألة الدفاع عن الجيش الوطني ومقدراته بدأت من عام 2015 حينما تمت الإغارة على معسكر العبر وهو معسكر بعيد عن المعركة ليس في حوثين وليس ميدان المعركة ويتم قتل أكثر من 304 جندي وضابط ما فيهم قائد اللواء العميد أحمد يحيى غالب الأبارة وهو مناظل له باع طويل في النضال وفي التزامه للوطن لم يتحدث أحد عن هذه الجريمة الكبرى ولو أنها من البداية وجهت هذا العميد نعم لو كانت وجهت بحسم يعني لما ظلت الشرعية تقامر بأبنائها وبجيجها الوطني منذ الوهلة الأولى يعني يعني من قبل بهذا شكل أكيد أنه يعني يعني كانوا يقولوا لا نريد أن نفسد علاقتنا بقوة التحالف هي من بدأت بالمملكة العربية السعودية كانت تقول والمملكة كانت تقول أن هذه لن تحدث ولا تتكرر وإلى آخره وتكررت وتكررت طبعا تكررت وتكررت حتى يعني حتى نقطة العالم بوابة عدن هذه التي تم الإغارة فيها على واحدة أسكرية وقتلوا مئة الجنود ولن نستطع أن نقول طائرة دولة معينة ولكن طيران التحالف لأن الجيش الوطني قيل أنه تجاوز الخطة الأحمر يعني أنه طيران الإمارات ليس بمعزل عن يعني دائما ما ردد أن الإمارات هي من قصفات الجيش الوطني في عدن القوات الجوية للتحالف تقودها غرفة عمليات واحدة مشتركة في الرياض لا يمكن تحريك أي طائرة من أي نوع في أي عملية عسكرية إلا بأوامر مغرفة العمليات الثانية هذا عمليات عسكرية ما هو شيء كل واحد يحرك سيكل بيدل ولا موتور سيكل يروح في ممار هذه طائرة ما تقومش الله بأوامر وإحداثيات وتوجيهات ومعلومات والمكان الذي ستستهدفه هذه الطائرة إلى أخر يروح الطائرة وعنده معلومة كافية ووافية طيب قصف الجيش الوطني في 2015 وقيلة نتيجة خطأ لم يسمح بتحرير العديد من المناطق وتم إيقاف المعركة في منتصفها وهي يعني معارك لن تؤذي أحد ولن تضر حتى على مستوى الضغوط الدولية مثل نقطة بن غيلان كما ذكرت ما مصلحة التحالف أولا أريد أن صح مفهوم طبعا هو دعوة باطل يراد بها باطل فيما يتعلق بالخوف على صنعة نعم يعني تم قصفها بطائرات حينما وصلت قوات الجيش الوطني إلى فرضة نه هناك العديد من الشخصيات الاجتماعية والمشايخ ورؤوس القبائل في محيط صنعة أعلنوا لهم للشرعية كان الشيخ ناجي جمعان من أكبر الشخصيات القبلية في بكيل وفي محيط صنعة بن الحارث من أشد الناس أكثر ارتباطا بالرئيس السابق علي عبدالله صالح حينما وصلت بوات الجيش الوطني إلى نقيل بن غيلان قال الآن نحن مع الشرعية قبيرة خولة قالوا نحن سمحنا بالخطة الأسود مرت منها القوات الحوثية إلى مارب الآن الخطة الأسود للشرعية ومن يعتدي على قوات الشرعية حينما تدخل سنقاتله يعني لم يكن ليحدث شيء لسنعة ولا لأهلها لو أن قوات الشرعية تقدمت ولم يكن بإمكان الحوثين أن يصمدوا 24 ساعة فيها طيب يعني اشرح لي والمشاهدين لماذا ما الذي يريده التحالف يعني بالضبط يعني في نهاية الأمر هو متضرر من إطالة المعركة بهذا الشكل وصلت الصواريخ إلى يعني منتصف مدنه ما لم يعاد النظر في طبيعة التحالف القائم ومهامه وأهدافه صح صح وضع التحالف يعني سنكون أمام مشكلات أخرى جديدة أكثر بؤسا وتعصت هل مازال ذلك ممكن تصحيح مسار التحالف إذا كان يعني هناك من يقرأ أصلا دخول التحالف سيدة اليوان ولم يأتي فقط لإعادة الشرعية ربما هذا هو الهدف المعلن ولكن هناك أهداف خفية عينه جغرافيا على اليمن هو والسعودية والإمارات بالذات حينما تطول أي حرب تطول أكثر من عام تظهر الأهداف مدونة وطنية يعني لو حسمت المعركة في العام الأول لكننا انتهينا من هذه ولما كنا شاهدنا بعض طموحات بعض أطراف التحالف أو التحالف فيما يتعلق بالجغرافية اليمنية لكن حينما تطول أكثر من عام تظهر الأهداف مدونة وطنية تظهر الأطماع تظهر حتى الأمراض المجتمعية الداخلية أطراف أخرى تحرك صراعات في المجتمع تلهي الجيش والقوات المقاتلة عن الهدف الأسمى الحظير الآن اللي حصل الآن يعني الصراع يعني أطراف تقول التجمع اليمني الصراحة لا يريد حسم المعركة التجمع من الصراحة يقتل مش عارفه الشوعيين مش عارف ما لهم بقايا الحزب الاشتراك اليمن مش عارف ما يعمل يعني تحولت المسألة وطلع لنا أبو العباس وأبو دباس وأبو مش عارفين كل هذه الشخصيات النشاز التي أخرجت الجيش الوطني والمقاومة عن أهدافه الوطنية الرئيسية تتقاتل أو تتصارع حول أشياء ثانوية ونشاهد مظاهرات في المهرة ومظاهرات هنا وطموحات هنا وانقلاب هنا وإمارة تريد جزيرة ميون وتريد ميناع عدن كثاني أهم ميناع في العالم ويريد والمخى ويريد يعملوا إقليم المخى ويضموا الوازعية والمناطق هذه والمخى وإلى آخر وذباب إقليم منفرد وتحت سيطرة المنطقة العسكرية الرابعة وهكذا عدم حسم المعركة أدى إلى كل هذه الظواهر المرضية المدروسة المقصودة القصد منها تعطيل عملية حسم الجيش الوطني وهو قادر عليه أنا أقول كلام هذا وعلى مسؤوليتي الجيش الوطني اليمني يستطيع حسم معركة استعادة الدولة في زمن قياسي فقط ينجو من النيران الصديقة نعم إذن سيادة اليواند اندلاع الحرب الشيشانية الأولى عام 91 قال جنيرال روسي أنه قادر على إنهاء هذه الحرب خلال 48 ساعة وامتدت الحرب تقريبا إلى سنتين انتهت بهزيمة للروس ما حدث أيضا في التحالف تحدث أنها لن تتجاوز الأشهر لكنها تمتد إلى سنوات ولا يظهر ملامح لنهايتها حتى أن هناك من يقرأ يعني خارجيا قراءة خارجية بأن التحالف غرق في مستنقع كبير يعني في هذه الحرب كيف يمكن توصيل هو أغرق نفسه في مستنقع كبير لتجاة خروجه عن الأهداف التي رسمت لعاصفة الحز منذ الأيام الأولى يعني تصريحات الأمير محمد بن سلمان في البداية أنه يمكن حسم المعرض كانت صحيحة يعني لو أن التحالف استمر لهدف واحد فقط استعادة الدولة الشرعية ولكن ظهرت أهداف أخرى جانبية وطموحات في الجغرافية اليمنية وفيران تريد أن تقضم الخارج الجيوسياسية اليمنية خارج أخرى وتم إنشاء وتكوين ميليشيات خارج التنظيم العسكري بأهداف أخرى غير وطنية عمل مقصود لأن أصبحت هناك أهداف لا علاقة لا باستعادة الدولة الشرعية ليس الحوثي ليس قوي بالقدر الذي أغرق التحالف في اليمن أو منع الحصب ولكن السياسة الخاطئة التي مولست في اليمن كبح جماح الجيش اليمني وقوتها القادرة على استعادة الدولة وما أدى إلى ما نحن فيه يعني سرواح على بعد بضعة كيلومترات من مأرب ممنوع تحريرها قتل فيها الشدات يعني وغيرك مأرب هيلان يسيطر على مأرب ويرسل قضائف من وقت بآخر ممنوع تحريره ممنوع تجاوز فرضتنا هل لديك تفسير المنطقي لذلك يعني في نهاية الأمر أنت تمنع شيء يعني سيوخيد الخروج الخروج عن الهدف الاستراتيجي الرئيسي المعلن في عاصفة الحزم لاستعادة الدولة أدى إلى ما نحن فيه لم يعد هذا الهدف هو الأساسي هناك أهداف أخرى ليس لها علاقة لا بمصلحة الوطن اليمني ولا الدولة الشامية ولكن أيضا يعني من يقرأ المشاهد ليس لها علاقة أيضا بمصلحة هذه البلدان هي تغرق عمليا نعم ولن تصريح لا شك في هذا أنا أقول لك مثلا يعني اللي حصل أخيرا في الأسبوعين الأخيرة المملكة العربية السعودية تطلق أكثر من 200 أسير للحوثي دون أي مقابل نعم ويفتح مطار صنعاء دون أي تشيرون فيما هو ممنوع على الطيران الخطوط الجوالية مني أن تبيت في سيون أو في عدن وكان بدأت رحلة لمطار ريان تم إغراها صدرت أمر من قائد التحالف الإماراتي في حضرموت ولغية الرحلات تقوم المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تتحمل العب الأكبر في عملية عاصفة الحزم تتفاوض مع الحوثيين دون أن يكون للشرعية أي علم وكأن الصراع القائم هو الصراع بين الحوثيين وبين المملكة العربية السعودية وليس من أجل استعادة الشعية هل تريد إزاحة الشعية؟ وكأن الرئيس ليس موجود وكأن الحكومة غير موجودة وكأن الأمر لا يقل هل تبحث لها عن أبواب أخرى وتريد إزاحة الرئيس وشرعية من المشهد؟ هو طبعا هناك مفهومات خاطئة أصلا لم يقرأوا المشهد اليمني منذ مران ودماج وحرف سفيان وعمران وصنعاء وحتى المعاشر لم يقرأوا قراءة جيدة وموهومين بهذا الإيرانيون بعد الثورة الذي قاد قام بالثورة في إيران يقول المجتمع المدني في إيران حزب تودا وفدائي خلق ومجاهدي خلق والجبهر الوطني اللي كان يقودها شهبور بغتيار وكثير من القوى السياسية المدنية هم ليقادوا هذا وليسوا رجال الدين أو الملالي في الجوامع لكن القيادة الإيرانية بدأت تتعامل مع هذه القوى على طريقة الثورة الأحمر والثورة الأسود والثورة الأبيض بدأت تلتهمها واحدة واحدة وتوحي للآخرين أنها معهم حتى جاء الأخير آخر شيء كان حزب تودا قضوا على وشردوا كل الناس الحوثي إذا كان يوحي للمملكة العربية السعودية أنه يمكن أن يكون نقطة أمان أو خط دفاع أمان على المملكة في حدودها الجنوبية ينبغي عليهم أن يعرفوا أن الحوثي هو من التزم بهدف معلن واحد قبل الدخول إلا صنعه قال لنا عبد الملكة الحوثي في خطاب رسمي وأقصى يمين أن هدفه ليس إلا ثلاث هدف ثلاث هدف اسمه القضاء على الحكومة الفاسدة والجرعة والجرعة القاتلة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي انقلبوا على الحاسم وأقسم على هذا وكان من أشد النس عدوات للمخرجات الحوار الوطني وللمواطن من ألف ريال إلى 16 و30 ألف ريال فينبغي أن يقرأ المشهد اليمني من قبل التحالف قراءة صحيحة بأن الحوثي لا عهد له ولا ذيما ولكن سيادة اللواء يعني كثير من الملفات الشائكة يعني توضع علامة استفهام كبيرة على التحالف ربما لو تحدثنا أتمنى أن يسعنا الوقت لأن نتحدث عن جميع الملفات دعنا نتحدث في جانب الحدود وما يحدث فيها السعودية صنعت جيش يمني للحفاظ على حدودها بينما أخذت جيشها بعتاده إلى المهرب في مفارقة غريبة يعني لما يتم تسليح اليمنين وربما أنت تحدث بأنهم ليسوا منضويين عمليا في الجيش اليمني ولا يوجد لديهم قوام عسكرية وغير ما أترف بهم حدثنا عن هذه المنطقة المنطقة العسكرية الخامسة قوامها ضمن الجيش الوطني صحيح ولكن إجزاماتها المالية ومددها اللوجيستي يأتي رأسا من الملكة العربية السعودية أما الوحدات العسكرية الأخرى التي يقودها بعض القادة المدنيين أصلا مثل الرداد الهاشمي وغير يعني هؤلاء لا علاقة لهم بالوزارة الدفاع وليسوا تابعين لها وليس الجنود الذين يقاتلون معهم ضمن قوام وزارة الدفاع وليس لها سيطرة عليهم وحصلت تلك المذبع طبعا وحصل مبالغة فيما يتعلق أنه ثلاثة ألويو ومشا طبعا هذا الكلام غير صحيح يعني حصل خطأ مبالغة في العدد مبالغة في العدد نعم أما الخطأ فوقع يعني ولكن المصيبة أن هذا القائد الذي يتسبب في تلك الكارثة أعيد مرة أخرى على رأس تشكيل عسكري قتالي آخر يعني ترك الحدود الجنوبية من قبل الجيش المملكة العربية السعودية لم يتركه ما زال الجيش السعودي موجود ويواجه ويدافع عن حدود المملكة وبقوة وباقتدار ورجول لكنه يدفع أيضا بكثير من الجنود اليمنية ذهاب إلى المهرة هذا يأتي في إطار الأهداء غير المعلنة التي تخرج عن الهدف الاستراتيجي المرسوم للتحالف وفي إطار ما يمكن أن نسمي الأحلام الجغرافية أو أحلام التوسع في الجغرافية السعودي اليمنية بعيدا عن المعركة بعيدا عن أي شيء آخر المهرة ليس فيها حوتين وليس فيها حرب كان يمكن أن يدفع بوحدة عسكرية يمنية أن يتم تشكيل قوة عسكرية يمنية وكحرس حدود تحمي السواحل هم يقولوا أنهم يحموا السواحل من التهريب لكن التهريب ما زال قائم منذ فترة تم القبض على قاطرات فيها أسلحة وفيها مخدرات جاية من الجهة الشرقية ولنفرض جدلاً أن هناك شيء من الصدق فيما يتعلق بتواجد قوات عسكرية سعودية في المهرة للحفاظ على الساحل اليمني لمنع التهريب والإرهام كان هناك بديل آخر الجيش اليمني لماذا الدخول في حالة سرع مع أهالي المهرة لماذا يخرج أهالي المهرة في مظاهرات كبرى رفضة للوجود لماذا يتم إنشاء معسكرات ومنشئات على الساحل لماذا تشق طرقات توحي كأنها ستصل إلى الربع القالي لإنشاء ميناء على البحر العربي كل هذه الإيحات ليست في صالح التحالف وليست في صالح المملكة وليست في صالح أحد ما خطورة سيادة اللواء أنت حدثتنا عن المنطقة الخامسة دعمها المالي واللوجستي من السعودية مباشرة ألوية تدعم دعم لوجستي وعالي من قبل السعودية وألوية تترك دون دعم حقيقي لا ماذي ولا لوجستي بالدبابات أو بالأسلحة الثقيلة كيف تقرأ هذه المقارنة؟ أقرأها في إطار الخطوات المتتابعة لمنع حس المعركة لصالح استعادة الدولة ليس هناك فهم آخر غير هذا يعني وإلا فالمسألة أكثر من يسيرة شوف في حديث يتحدث عن فساد في الجيش الوطني اليمن كلنا ضد الفساد لكن أنا أحرف حقيقة ما يجري في الجيش الوطني اليمن ليس هناك ما يسرق في الجيش الوطني كما يقول ما تعمل المرهى الكاملة في البيت العطل الجيش الوطني اليمنى جنوده يظلون شهور عديدة بدون مرتبات فمن أين سيسرق هذا القائدين؟ لا يتم القبول بهذاك الوحدات العسكرية اعتماداتها لا تأتي بشكل منتظم يعني مصادر الفساد في أي وحدة عسكرية أو في أي مؤسسة هو الاعتمادات المالية التي تعتمد لهذه الوحدة الدخل الموجود لها المرتبات يعني هذا ما موجود؟ قادة الوحدات العسكرية في الجيش الوطني اليمنى أحياناً يتضورون نجوعاً ويضطرون إلى رهن بعض الأصلحة لتوفير احتياجات الجنود هؤلاء الجنود الصابرين الذين ليس لهم ضغير أفواً بس حين أوضح هذه الفكرة أنا لست هنا في معرضة الدفاع عن الفساد أنا أقف ضد الفساد علناً وتكلمت أمام نائب الرئيس وأمام رئيس الأركان وأمام وزير الدفاع أنه لا ينبغي التسهل بحق أي قائد عسكري فاسد لكن ما يقال الآن يتحدثوا بتهويل وكأن الجيش الوطني يتلقى المليارات دعم يسرقوا من ما بش يليس هناك ما يسرق أنا أؤكد أن وزير الدفاع هذا اللي عاش في الميدان الآن يعاني من شحة المال ولا يستطيع أن يعطي أو يسعف الجرحى الموجودين في مارب هم يتظاهرون الجرحى اليوم في مارب وخطعوا الطريق لأنهم لم يرحلوا للعلاج والحكومة التزمت وأخذ التزموا بصرف تكاليف العلاج لكنه ليم يحدث يعني يقف في حارة شرر ماذا عن الألوية التي التي تعد وهمية ويوجد بها العديد من الأسماء غير موجودة وربما العديد من الكشوفات التي يستلم أصحابها مرتباتهم وهم في البيوت أين المرتبات أولا؟ ما فيش مرتبات أصلا وإذا جاءت المرتبات تأتي كل شهرين كل ثلاثة يستلموا ما فيش شهرين ثلاثة ما فيش شهرين لأن الآن من مارس مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر لفمبر ديسمبر هذا عشر شهر بدون مرتبات وحينما يأتي المرتب يكون الجنود قد استدانوا حشرة أضعافها وبعضهم يضطروا يعني يتركوا بعض مارسهم ينزلوا يعني يشقوا في مارس لكي يؤكلوا بعض أسر هناك مبالغة حقيقة بما صرح بي وزير الدفاع أن 70% من قوام الجيش يستلمون مرتباتهم وهم في المنازل هذا التصريح فهمة على وجه الخطأ هذا أمر طبيعي لا يمكن أن تكون قوات الجيش الوطني بكامل قوامها في الجبهة لأن البلد فيها حدود وفيها منشآت حيوية وفيها معسكرات معسكرات موجودة في مارب معسكرات موجودة في العبر معسكرات في سيئون معسكرات في المكلة معسكرات في شبوة في محور بيحان مناطق النفط هذه التشكيلات كلها موزعة على هذا يعني أن 30% من قوام الجيش الوطني هم الموجودين في الجبهات والباقي موزعين على هذا لا شك أن هناك من يستغل الحالة القائمة ويغفر كما يقال بعض الجنود أو يستلم مرتباتهم لكن قائد اللواء كم يستطيع أن يأخذ عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين هي لا تساوي شيء في مقابل احتياجاتها للمعركة أحيانا جنود الجيش الوطني أحيانا يتقدمون وعندهم خط ناري محدود ويصلون إلى منطقة ويحقوا فيها انتصارات ويفترض أن يطوروا الهجوم بشكل أفضل لم يعود يعني يجد الجندي نفسي في وقت ليس عنده ذخيرة طب لما يعني طوال هذه الفترة سيادة اللواء يقبل الرئيس هادي ونائب علي محسن وهو قائد عسكري يتم القبول بهذا الوضع لجيش ويدافع عنك وأنت غير موجود يدافع عن هذا الوطن يعني ربما هناك العديد من الحلقة التي أقمناها بحاجة الجيش للمؤونة للرواتب للعلاج لكثير من الملفات يعني الشائكة في الجيش الحقيقة القيادة السياسية اليمنية هي أمام اختبار صحب ولا بد أن يتخذ قرار من منطلق وطني خالص لابد لكل القيادة السياسية من الرئيس إلى أستر مسؤول أن يغادروا الرياض ويعودوا إلى الداخل أولا ليتحرروا أولا من أي تضغوط يعني لكي لا تظل الدولة الشرعية وقيادتها هي الطرف الأضعف في المعادلة معادلة التحالف يعني الطرف الأضعف الذي لا يستطيع أن يعني يقف موقف واضح أو يتخذ قرار لابد من العودة إلى الداخل هل هم قادرين على العودة؟ والله إذا لم يكونوا قادرين يقدموا استقالاتهم لابد من عودة القيادة بقرار وطني وإذا منعوا فليعنوا للدنيا أنهم منعوا وإذا لم يكونوا ليسوا قادرين على العودة وقيادة الدولة وقيادة معركة استعادة الدولة من الداخل فيقدم استقالاتهم والشعب اليمني ولد وهنا كثير من القادة أنا أعرف ومن أشد المتعصبين لشرعية الرئيس عبد الرب منصر هادي وأعرف جيداً أنه هو الرئيس المنتخب الذي نقاتل تحت ظلال شرعتي وأعرف جيداً وكلكم تعرفون أن شرعية التحالف من شرعية الرئيس عبد الرب منصر هادي وحين يمس شرعية الرئيس عبد الرب منصر هادي حين تمس شرعية الرئيس عبد الرب منصر هادي تمص شرعية التحالف بشكل مباشر لابد أن يكون هذا الكلام مواضح في ذهن قيادة التحالف وفي ذهن الدولة الشرعية إذن لماذا لم يتم قيادة وغرفة عملية مشتركة تم القيام بها فقط للساحة الغربية ولكن لماذا لا يوجد غرفة عمليات مشتركة للجيش الوطني تضم جميع الألوية خطتها واضحة انتماءها واضح حتى الآن لم يحدث وطبعا في البداية حصل لغط أن قيادة العملية المشتركة هذه قيادة مستقلة خارج تنظيم وزارة الدفاع وحصل ردود أفعال غاضبة في أوساط قيادة الوزارة وحية الأركان وتحدثوا كثير أنا واحد من تحدثوا أن نرفض بشكل قاطع وجود كيان قيادي موازين الوزارة الدفاع فجاءت توضيحات من الرئاسة ومن النائب ومن أن هذا الكيان هو جزء من هيكلية وزارة الدفاع وأن غرفة العملية المشتركة بمسمها هي غرفة عملية مشتركة لكل تشكيلات الجيش الوطني وليست كيان قائم بذاتي والآن مكتب العملية المشتركة بجانب مكتب وزير الدفاع وتابع له وينفذ أوامر وزير الدفاع نعم لكن كان مثلا مركة حجور لو ذكرنا مثال لغياب هذه الغرفة تتحرك جبهة وتهدأ أخرى كلما اشتدت المعركة على حجور هدأت الجبهات الأخرى يعني معركة حجور تم توطيف جميع الجبهات المحيطة بإدارة المعركة رغم نداءات المتكررة وتركت حجور بلا معين الحجور بمفردها هذه الظاهرة موجودة منذ 2016 تكون معركة تعز موجودة تأدأ كل الجبهات يتفرغ الحوثي ويسحب من مواقع أخرى معركة الحديدة يعني كان يفترض في معركة الحديدة أم تشتعل جبهة نهم وجبهة سرواح وجبهة الجوف والمناطق تشتد قوة الهدف أصلا من هذه العمليات هو نوع من لفة النظر وامتصاص النقمة وليس الامتصاص بذلك حينما كانت القوات المسلحة في الحديدة على قابا قاسوني أدنى من الميناء منعت بالقوة حجور المعركة التي كانت ليست معركة حجور هي معركة كشر مديرية كشر هذه مديرية كشر وهنا من الشرق عمران وقفلة عذر وهنا من جهة الجنوب مديريات من كشر الذين قاتلوا كشر خمس سبع مديريات من حجور سواء وشحة أو المديرية المحيطة في الحشام وغيره من هذه كلها المديريات والجميمة الجميمة في الحشام وشحة كل هذه المديرات محيطة كاتلوا كشر قاتلوا كشر من هذه المديريات مديرية الحجورية هذا أولا ما هي حجورة لي قاتلت كشر بس بمفردها يعني وكثير من قام من أهل حجور القيادة الكبرى كاتلوا المقاومة في كشر هذه واحدة ثانيا كشر تبعد عن القوات المسلحة بأكثر من خمسين كيلو متر في المنطقة الشمال الغربية والقوات المسلحة الموجودة في المنطقة العسكرية الخامسة لم تكن لتستطيع مد المقاتلين في كشر بأي مدد لأنه معاناها لازم يسحبوا وحدة عسكرية هذا اللي ما يعرفوش الناس يسحبوا من ميدي ومن مناطب أخرى يأتي الحوثي ليستعيدها من جديد يعني كانت قيادة الجيش الوطني والدولة الشرعية ومش في حالة إهمال ولكن في حالة عجز كامل عن مدد جبهة كشر عن مدد هؤلاء الأبطال بما يحتاجون أليس الحقيقة لابد أن يعرفوه الناس هو عدم تسليح الجيش بما يجب هو عدم دعم الجيش بما يجب هو عدم يعني إعطاء الجيش ما يستحقه من تسليح ومن معونات ومن دعم بأن يتحرك بهذا الشرعية هذا ما نتألم لأجل وهذا ما تحدثنا عنه في أكثر من مقام وهذا ما يتحدث عنه كثير من قاتل الجيش الوطني الجيش الوطني اليمني يفتقر إلى أهم أسلحة النصر يعني ليس لدى الجيش أسلحة ثقيلة ما يغطي ملاكه الملاك اللازم له لتشكيلاته في العمليات القتالية جنود الجيش الوطني يقاتلوا بالكلاشنكوف وبعض الرشاشات المعدلة أو المتوسطة لكن ليس لدى الجيش الوطني أسلحة ثقيلة يعني سواء الرشاشات الثقيلة أو المدفعية الثقيلة أو مدافع الميدان أو الدبابة ولكن الميليشيات تسلح بهذا الأسلحة الانتقالي لذي هذه الأسلحة الثقيلة على أعلى مستوى وبأحدث مستوى يسلح الإرهابيون في بعض المناطق أو التشكيلات الميليشيوية لخارج الشرعية التي تتحدث الشرعية التي تفض شرعية قوى أخرى أو دول أخرى خارج الجغرافية اليمنية على حساب مصلحة الوطن وسيادته واستقلاله يسلحه تسليح حديث وجيد التسليح التي سلحت به الميليشيات في الساحل الغربي أو في المناطق الأسكر الرعبية في المناطق الجيروبي لو سلح بهذا الجيش الوطني لن يعني يقف أمام الجنود الجيش الوطني أي عائق ولا كانوا يعني لو استطعوا يدخلوا صنعة والحديدة في بضعة يعني نقول في ساعات يعني أو بضعة أيام على سبيل المبالغة يعني لكن هذا لم يحصل هذه القضية الكبرى يعني بالعربي الفصيح ليس هناك من يريد للجيش اليمني والدولة الشرعية اليمنية أن تنتصر وتستعاد عبر عمليات عسكرية يقودها الجيش الوطني اليمني لأسباب ودوافع ومصالح لا علاقتها للوطن لليمن بها ولا الاستيادة الوطنية ولا مهنية وطنية الجيش على الإطلاق هذه مسألة لا بد أن تكون واضحة يعني ولذلك أنا أتمنى من أشكاء أنا في المملكة العربية السعودية أن يعيدوا النظر في قراءة المشهد اليمني بموضوعية انطلاقا من مصرحة المملكة العربية السعودية انطلاقا من الحفاظ على الأمن القومي السعودي استعادة الدولة الشرعية عبر الجيش الوطني اليمني بدعم من دول التحالة اطلاق يدى الجيش الوطني اليمني لينتصر فيه حفاظ للأمن القومي السعودي والإماراتي الحوثي لن يلتزم لأحد ولن يفي بأي عهد وطموحاته ونظره يرنوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض لا بد أن يكون هذا واضح يكون واضح في أذهان الشكاة المملكة لو قرأنا يعني هكذا بصورة عامة الجيش نجد أن الجيش في عدن مختلف تماما عن الجيش في تعز لا علاقة له بالجيش في مأرب الجيش في حضرموت يعني قطاع منفصل كل هذه يعني نشعر أنه جزر منفصلة لا تربطها قيادة واحدة ما الذي يحدث؟ هو بعض وحدات كان نقول قبل الانقلاب بعض وحدات المنطقة العسكرية الرابعة كانت جزر منفصلة للوحدة أو هي جزيرة منفصلة كان ما زال فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة يعطي ولاء الشرعية ويصر على هذا ومع الوحدة قبل أن يعلن انضمامه الانقلاب المسألة هنا أكثر من واضحة يعني تشكيل تشكيل الجيش والوحدات القتالية والميليشيات العسكرية المسمى بوحدات عسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة في عدن ومحيطها كان الهدف من الخروج على الشرعية وتشكيل كيان سياسي جديد بولاء ومسمى جديد إذا كان هناك من هذه القيادة العسكرية من يقول أن الجنوب ليست يمني يعني مش بس لا يعترف الدولة الشرعية لا يعترفوا بهوية التاريخية لا يعترفوا أن الجد الأعلى اليافع هو حميري ملك حميري أو الظالع أو شبوة أو غيره يعني يعني ممكن واحد يقول لي أنا أريد أن أنفصل لكن يقول مش جمني خالص فنحن هنا أمام أهداف وتكتيكات تخدم أجندة غير وطنية في مثال آخر أقول لك يعني مشهد يعني يعني عبثوا بأبناء الشمال في عدن وفي الظالع وقتلهم ولاحبهم والبساطين وقتلهم في المطاعم وقتلهم في أسواق الخضار واعتقلهم وحين بعد الرابع من ديسمبر حين هربت قوات أخرى كانت تتبع الرئيس السابق علي عبدالله صالح استقبلوا من قبل المجلس الانتقالي فيما يمكن أن نسميها الحدود السابقة الجنوب ووضعهم على العين والرأس وأدخلهم معسكرات وكان يريدوا أن يسلمهم معسكر العمد لكن قائد المحور هناك يعني قال بما معنى برقبتي والله ما دخلوها لي ثم ذهبوا بهم إلى محسكر الرأس عمران ويحظوا بحماية ولا هم ليسوا دحابشة ولا أشياء المسألة هنا واضح يعني أخيرا سيادة اليواء هل نستطيع القول أن مسألة تحرير صنعاء وبقية المناطق تزداد صعوبة كلما تأخر الحاسم في ظل استمرار الحوتين بزرع الألغام وحفر الخنادق الانتقال يشكل تشكيلاته العسكرية ودولته المختلفة تعز الغارقة بقطع منفصل تماما وعدم الالتفات إليها حضرتك يعني أشرت إلى نقطة مهمة تعرفين أنه ممنوع على الجيش الوطني اليمنى أن يستخدم الألغام هذه في مواقعها الدفاعية مع أنه حق مشروع يعني يعني يفترض عندما نسيطر على موقع عسكري أن نعمل خارطة بنضع ألغام فردية في المواقع الدفاعية تحمي موقعنا وحين أن ننتقل إلى نقطة أخرى تأتي لسلاح المهندسين العسكري ينتشر هذه الألغام يريح يفجرها في الصحراء والحوثي ينثر مئات آلاف الألغام لتقتل أبناء اليمن لتقتل المدنيين وغيرهم تحرير صنعاء مرتبط بقرار سياسي سيادي من قيادة الدولة الشرعية وعودة إلى الداخل دون تردد والاعتماد على الذات وفرض السيادة اليمنية من شاء فليوافق ومن شاء فليرفضه أين كانت النتيجة وسيجد أن الشعب اليمني كله بكل ألوان طيفه سيقف إلى جانب هذا القرار بدون سيادة بدون سلطة سياسية سيادية في اليمن في الداخل تقود عملية استعادة الدولة وتقود عملية الاستنهاب المجتمع لن يحدث أي تقدم وليس هذا عاجل من الجيش الوطني الجيش الوطني قادر ولكنه مشلول بفعل فاعل إذن شكرا جزيلا سيادة اللوام حسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي السابق كنتم معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني أشكر لكم أيضا مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم إلا أن ألتقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاية الله وأمنه موسيقى 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 موسيقى